إن نسخة الاحتفال لهذا العام زات صبغة خاصة لأنها النسخة الثلاثين منذ بدء الاحتفال بهذا اليوم العالمي إن كات كغيرها من دول العالم تحتفل بالنسخة الثلاثين لهذا اليوم تحت شعار بناء مستقبل قوامه الحقوق حرية الصحافة محور حقوق الإنسان وبالإضافة إلى الشعار الذي اخترته اليونسكو فقد اختارت كات شعاراً خاصاً بها وهو المسؤولية الاجتماعية للصحفيين الكادين ومن أجل التطرق إلى هذا الموضوع من جميع جوانبه فقد قمنا بتقسيمه إلى محاور الستة وذلك على النحو التالي حرية التعبير مفتاح فضاء الحقوق البشرية في كات صحفي مزدهر وفاعل في التنمية عبر استقلالية اقتصادية واجتماعية للصحافة إتاحة فرصة الحصول على المعلومات في كات هل هي حقيقة أم خيال دور وسائل الإعلام الرقمية في خلال الفترة الانتقالية في كات حماية وأمن الصحفيين في كات فهو دور الصحفي في السلام والوقاية من النزاعات إن هذا الحدث مناسب للصحفيين ليس فقط لتقييم مهنة السلطة الرابعة في ظل المرحلة الانتقالية وكذلك في ظل تعدد وسائل الإعلام بهدف الإشادة بالمسيرة التي نظمتها واتخاذ العبر من أجل انطلاق مصيرية لبلادنا الغالية للفت انتباه السلطات العامة نحو مسؤوليتها المتعلقة بحماية الصحفيين وضمان ترقية الصحافة واستقلاليتها الاقتصادية وفي هذا السياق فإن وزارة الإعلام بالتعاون مع منظمة اليونسكو والسلطة العليا للإعلام السمع البصري قرروا جميعا منح هذا اليوم طابعا خاصا وذلك عبر أنشطة مصاحبة تستمر لمدة ثلاثة أيام